تستخدم ميليشيا الحوث اليوم المؤسسة القضائية لضرب خصومها ومحاقبة كل الأصوات المناوئة لها وهي وظيفة لطالما استخدمها النظام السابق لتصفية صراعاته مع خصومه السياسيين وإدراكا منها بأهمية القضاء حرصت الميليشيا منذ اللحظات الأولى للانقلاب على السيطرة عليه تجل ذلك في تغيير النائب العام وعدد من رؤساء المحاكمي والنيابات بجملة من عناصرها ومنع الطلاب من خارج السلالة من الالتحاق بمعهد القضاء العالي ووصولا لإصدار أحكام قضائية ضد خصومها أبرزها بحق الرئيس هادي ومعاوني إضافة للحكم بالأعدام على الصحفي يحي الجويحي في محاكمات صورية لا علاقة لها بجوهر العدالة اليوم أحال الحوثيون 36 ناشطا سياسيا من المعتقلين في سجن الأمن السياسي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة العمالة للعدوان كما يقولون هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تم الاعتداء على بعض أعضائها في قاعة المحكمة واتهامهم بالعمالة والارتزاق من قبل أعضاء النيابة انسحبت من الجلسة وأصدرت بيانا شككت فيه بقانونية هذه المحكمة هدم الحوثيون ما تبقى من استقلالية مؤسسة القضاء التي يفترض بها أن تكون بعيدة عن الصراع السياسي واستغلوها في محاربة خصومهم المدنيين عبر مسرحيات هزلية يطلقون عليها جلسات محاكمة من جانبها طلبت منظمة العفو الدولية من الحوثيين إعادة محاكمة الصحفي الجبيحي ووجه هذا الطلب باستنكار واسع من القانونيين والمراقبين كونه يستنكر فقط نوعية الحكم الصادر ويضفي الشرعية على مبدأ المحاكمة أما الحكومة الشرعية فلم تصدر حتى الآن بياناً أو تبدي تحركاً إزاء هذه الممارسات المسيئة لمؤسسة القضاء ويبقى السؤال من ينقذ هؤلاء الأبرياء من حقد الحوثيين وخذلان الحكومة